ودع أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الأمير الراحل الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح إلى متواهي الأخير بعد إتمام مراسم الدفنة وطلق أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الصباح العزاء من كفة المعزينة بمقر المقابر بعد دفن الجثمان وكان المصلون من أسرة الصباح قد أدوا صلاة الجنازة في وقت سابق على الأمير الراحل الشيخ نوافل جابر الصباح يتقدمهم أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمسجد بلال بن رباح بمنطقة أصديق دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الوزراء الكويتية الشيخ أحمد نواف الصباح ولفيف من أسرة الصباح ورجال الدولة بالكويت تم تشيع جنازة أمير الكويت الراحل الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح ليصل إلى مثواه الأخير بالصليخبات صلاة الجنازة على الأمير الراحل الشيخ نواف أقيمت في مسجد بلال بن رباح بمنطقة أصديق مجلس الوزراء الكويتية أعلن الحداد العام بالبلاد لمدة أربعين يوماً في حين أعلن ديوان الخدمة المدنية الكويتية تعطيل الأعمال في جميع الوزرات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وذلك اعتباراً من اليوم ولمدة ثلاثة أيام كعطلة رسمية نظراً للمصاب الجلل بوفاة أمير البلاد ولد أمير الكويت الراحل الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح في الخامس والعشرين من يونيو عام 1937 وهو لابن السادس لحاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر الصباح الذي حكم البلاد في الفترة بين عامي 1921 و1950 وقد تولى الشيخ نوافل أحمد مقاليد الحكم في 29 سبتمبر عام 2020 وأدى اليوم التالي 30 سبتمبر 2020 اليمينة دستورية أمام مجلس الأمة أميراً للبلاد ليكون الحاكم السادس عشر للكويت وفقاً للمواد التي نص عليها دستور الكويت وأحكام قانون توارث الإمارة تميز الأمير الراحل منذ شبابه بشخصية هادئة وحزمة ومتزنة محبة للعمل والإنجاز وأسهم في تحقيق النجاح في جميع المناصب التي تولاها وذلك خلال مسيرته في مختلف الجهات التي امتدت نحو ستة عقود بذل خلالها جهوداً جبارة في تطوير العمل فيها إضافة إلى تعزيز مكانة الكويت إقليمياً ودولياً وكان مجلس الوزراء الكويتية قد أوضح أنه عمل بأحكام الدستور الكويتية والمادة الرابعة من القانون رقم أربعة لسنة 1964 في شأن أحكام توارث الإمارة معلناً تولي الشيخ مشال الأحمد الجابر الصباح أميراً لدولة الكويت ترجمة نانسي قنقر